حاجة مهمة جداً، الناس يعيني بتتعب فيها ويعني ملاحظة كده ومشوفها كتير في البحاك وبتعتبر مش هقول عليها مأساة يعني بس هقول عليها مشكلة اللي هي إزاي تسترد الكفالة بتاعتك دي فقرة بقى يا سيدي اسمها فقرة من واحد إلى عشر هقولك إزاي إنك إنت يعني إيه هي الحاجات الأول اللي بموجبها هتصرف كفالتك واحد لازم تكون القضية انتعت وصدر فيها تصالح أو براءة يعني اتصالحت حضرتك أو خدت حكم براءة تعمل إيه بقى بعد كده؟ تكتب طلب الرئيس النياب عشان تسترد الكفالة السيد الأستاذ رئيس نيابة كذا 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 تحية طيبة وبعد مقدمكم لسياداتكم فلان الفلان عنواني كذا رقم القوم كذا كنت منتهم في القضية رقم كذا والتي صدر فيها حكم كذا 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 وكنت مسدد كفالة قدرها كذا أرجو من حضرتكم أو من ساداتكم التقرم بالموافقة على صرف الكفالة المذكورة عالية ده الطلب كتبت ورايا ولا أقول لك تاني؟ أعتقد كتبت ورايا هتروح بعد كده الجدول تجيب شهادة من الجدول إن القضية انتهت ما انت كتبت القضية انتهت؟ لازم تثبت ده تثبته إزاي بقى يا باشا؟ تروح الجدول للقضايا أو جدايا الجنح في المحكمة أو الجنات تجيب شهادة بما تم في القضية يبقى لازم القضية يتكون خدت فيها براءة يتكون خدت فيها ايه؟ تصالح أو انت تصالحت فيها وبعدين يكون معاك وصل الكفالة وصل الكفالة الأصل ترفقه في الطلب يبقى هنرفق الطلب ومعاها إصال الكفالة ومعاها شهادة من الجدول بايه؟ بإن إحنا القضية انتهت وصدر فيها حكمة بالانقضاء بالتصالح أو بالبراء تودي الطلب بعد كده لرئيس الألم الجنائي عشان يودع لك مذكره رئيس الألم الجنائي ده في المحكمة اللي هو يعني بيبقى ماسك الإدارة الجنائية يقولوا عليه رئيس الألم الجنائي بتقدم عنده الطلب هو هياخد منك الطلب ده عشان يفحصه ويعرضه على السيد رئيس النيابة بعد مرور شهرين النيابة بتأمر بصرف الكفالة ولكن يخصب منها نسبة 10% رسوم محاكم طبعا الكفالة اللي تصرف للمحامي بتوكيله اللي معاه ده لا ده لازم يكون معاه توكيل خاص بصرف الكفالة عايز أقولك حاجات تانية يعني لا والله كتبنها كتبنها يا فريق إعداد كنت هعلم عليهم بس هما كتبنها هي مش من الصعوبات هما كتبنها صعوبات لكن هي مش شروط يعني هي تعتبر من الشروط خلينا نمشي ورا كلامهم هما قالوا الصعوبات الناتجة عن استرداد الكفالة أو التي تعوق في استرداد الكفالة أنا أخده بالك وكل ده بعلم على رئيس التحرير عشان بسرعة وخلاص مفيش وقت لازم يكون وصل الكفالة موجود إنك إنت كمان لازم يستعلمه من الدرائب لو إنت عليك درائب بتتخصم من الكفالة كده أنا قلتلك آه حاجة تانية مهمة كمان إنك تكون حضرت كل الجلسات لو في جلسة ما حضرتاش حضرتك مش هتسترد الكفالة بتاعتك كده خلصت حلقتنا النهاردة ترجمة نانسي قنقر